فيه ايه وقفتني في القرآن ما شفتها شلا في الثورة قبل الثورة ما كنت شو فيها معناها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يؤمن ومشركون هو مؤمن ومشرك الغات ما شفت من يعبدون المرشد ومن يعبدون الشيخ ومن يعبدون كذا وكذا وكذا أصلا جت لنا من أننا لا نعبد الله الوحيد الأحد يومين الله الله هو الحق إنما نعبد مين نعبد الباطل فزين لنا الشيطان أعملنا فظننا أن القتل جهاد في سبيل الله مين اللي حصر لك الجهاد في إنه أكل يا أخي اللي بيتعلم ده مجاهد اللي وقف ولا الكاميرا بيستورنا دلوقتي مجاهد وإنت بتجاهد نفسك لما بتقوم شهواتك أو رغباتك أو حبك للمال أو حبك للسلطة ده جهاد النازع دي ربنا ذكرها في القرآن بيقول إيه ليس بأمانيكم أنتو المسلمين ولا أماني أهل الكتاب كله تقعد مع واحد مسلم يقولك الجنة لنا طب لما واحد يجي مسيحي يقولك لا ما فيش مسيحي يخش النار أي يخش الجنة واليهود الجنة للمسلمين بس والمسيح يقول كده واليهود يقول كده والبوزي يقول كده يقول ربنا ردد علموا ليه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به طيب ولي يعمل خير إن لا مضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسة أنسة مؤمنة مسلمة مسيحية سبع أمسة ده ربنا ما قالش ده ربنا يقول إيه ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلموا نفس 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 مؤمنة يا رب ولا مش مؤمنة أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هيعمل إيه مش هيسألك حتى على فكرة أنت أمنت بالنبي الفلاني ولا لا صحيح ربنا يشوف أعمالك والله أنا قلبي بيقول الكلام اللي حريك بتقوله ويمكن أنا صخصيا ممكن حتى في الحوارات على مستوى الأصدقاء أتهاجم لأنه ربنا فوق كل ده أكبر من كل سطحيتنا وتفاهتنا وربنا يوم القيامة يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء فما حدش يقدر يقر ويلزم ربنا والله ربنا هيدخل المسلم بس الجنة والبقين دور دخلين النار أنت عارف يعنيه معنى كلمة مسلم في القرآن الكريم ربنا قال أفنجعله المسلمين كالمجرمين طب لو ضد الإسلام الكفر ما كان قال أفنجعله المسلمين ما قالش الكفار قال مجرمين لمجرمين لأنهم أجرموا في حق أنفسهم وفي حق المجتمع أما المسلم هو الذي سلم الناسه من لسانه هو يا ده لكن اللي قطع الرئاب وبيهد الجيوش وبيحرق دول وبيخرب العمران ده اسمه إيه ده مش مسلم ده ربنا نهانا إن احنا نقاتل المسلم ولا نقوله يا كافر عارفة ليه حتى لو مش مسلم الإسلام ليه معنيين اسم ذات واسم صفة اسم ذات اللي هو الديني الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسم صفة جاي من السلم والمسلامة ربنا يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة اللي يبدي لك السلام والمودة ولا يعني يعاديك ولا يصدر منه أي فعل عدواني اعمل إيه لا تقول له لست مؤمنا بل هذا هو المؤمن الحقيقي الذي يؤمن بالله وأنا هنا أسأل أيهما أقرب إلى الله الذي قطع الرقاب أم مجد يعقوب المسيحي الذي اخترعك قلب بشري صحيح أنه أقرب توماس أديسون اللي عمل الكهرباء ونور المكان ده ولا أبو بكر البغدادي ولا الإخوان اللي بيدمروا أبراج الكهرباء وبيضلموا على الناس حيشته مين أقرب لله حقيقي مين ربنا هيظلمهم كده ده ربنا بيقول وما ربك بظلام للعبيد العبيد كل الناس ولا يظلم ربك أحدا فهم فكروا إن هم معهم توكيلات وسكوك وغفران الجنة بتاعتنا لا الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بإيه آمنوا بأن الله هو الحق وقيم الخير والعدل والسلام والمحبة والرحمة ولم يفسده في الأرض ده أصلا إحنا لو بصنا للقرآن الكريم هنكتشف إن إحنا كنا في كارسة السنين اللي فاتت أنت عارف حضرتك إن القرآن ما فيهوش بطر ليد السارق في القرآن يعني لما ربنا بيقول فقطه وأيديه هما ليه ما قالش يديهما ليه أيديهما رغم أنهما اتنين سارق وإيه؟ وسارقة ده القطع في اللغة ليس معناه البطر ده معنى معناوي مش حسي كمان القطع هنا معنى إيه نسكو محمد عبد الله سارق وودوني للإسم القاضي يقوم يقول لي يا محمد أنت بتشتغل أقول له لا يا سياد القاضي حد الكفاف متوفر لك لا يا سياد القاضي يقوم القاضي عامل إيه؟ عامله مرتب لمحمد عبد الله خمسمائة جنيه كلبيه يبقى ده اسمه إيه؟ قطع يده عن السارقة صحيح عشان كده القرآن الكريم يقولك إيه؟ في الإيد كل الناس اللي ما تسمع كلمة إيد تفكرها دي ربنا يقول إيه؟ وداود ذو الأيدي أيدي وداود عنده أغير قدين اتنين؟ يعني إيه؟ النفوذ والسلطة على كل شيء صحيح فكلمة إيد المعنوية هنا اقطع اقطع طريق المؤدي إلى السارقة وقف إنت ما تخليش اعمل إيه؟ اعمل العدلة الاجتماعية ومنع كذا وكذا هو ربنا لما قال في كتابه الكريم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني بيقول لكل بني آدم ما لك شو دعب رجال الدين بقى؟ ولما يتقال استفت قلبك ولو قفتوك يعني خذ العلم لكن في نهاية الأمر أنت عندك روح وعندك قلب وعندك عقل تميز ما يقالك؟ عندك الفطرة والضمير الضمير هو صوت الله في الإنسان الفطرة فطرة الله التي فطر الناس مش فطرة المسلمين فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله بالعكس بقى ده رجال الدين هما اللي بيحرفوا الفطرة فطرة الإنسان بتقوله بتقوله ما تقتلش لكن ابن تيمية وابن مش عارف مين وحديث إيه وبتاع إيه يقول له امسك السيف وجز الرقبة وحتى فاهمين الآيات اللي ابتدأوا لقطع الرقبة في القرآن هو فيه تأويل في القرآن أصلا يعني موصلنا للمشهد اللي احنا فيه من إساءة التأويل أو التأول على الله اللي وده ربنا يقصد شكرا